هناك من يرى يعني رأي ضد ربما ما ذكرته الآن يقول بأن بعد ستة أشهر على الحادثة كان لابد لبريطانيا أن تقدم أي معلومة لذلك أتت بصورتين حتى أن الأسماء تقول بأنها من الممكن أن تكون أسماء مستعارة ما الاستفادة من هذا الإعلان؟ ألا ترى أنه لا يوجد بالفعل معلومة دقيقة مهمة يمكن الاستفادة منها خاصة وأن الناطق باسم الشرطة البريطانية في مؤتمره الصحفي كانت كلماته تتراوح ما بين لا شيء مؤكد هذا أمر مبدئي لا نعرف الكثير ما الذي أفاده هذا الإعلان وإعلان بريطانيا من جانب واحد عن نتائج التحقيقات أنا أقول لك ما ذكرته السؤالك ردت علي رئيسة الوزراء البريطانية في جلسة البرلمان قالت لدينا معلومات ولكننا لا يمكن البوح بها لأنها تتعلق في مسار القضية وبالأمن القومي البريطاني لكن الولايات المتحدة الأمريكية قبل بريطانيا قبلت هذا البرهان وقبلت هذه الأدلة كما قلت والاتحاد الأوروبي وفرضوا عقوبات على روسيا المشكلة الآن أنا أعتقد أنها ليست عملية العملية بحد ذاتها هي ما بعد هذه العملية هناك استعداد غربي أصبح الآن واضحا وهو ما عبرت عنه رئيسة الوزراء بأنه لا يمكن أن نبقى هكذا مكتوفي الأيدي مع روسيا ومع مغامرات بوتين لابد من بدء العمل المخابراتي والمواجهة مع روسيا وتطوير قدراتنا الأمنية ولا نسكت على ما حدث يعني أعتقد أن الآن هناك توجه غربي إلى محاصرة بوتين أكثر وأفرض عقوبات أكثر على أمل أن يغير وجهة رأيه حول هذه القضايا أما فيما يخص الملف السوري فأعتقد أنه بعيد كل البعد عن هذه القضية لأن الملف السوري يعني ليس لبريطانيا يد فيه يعني بريطانيا منذ اليوم الأول البرلمان البريطاني يعني قرر أن لا يسمح للبريطانيا أن تخود أي عمليات عسكرية في سوريا وبالتالي هي بعيدة عن هذه الملف والدولة القريبة من هذه الملف في الولايات المتحدة الأمريكية وتركيا وإيران أنا أعتقد أن ما حدث اليوم هو نقطة تحول كبيرة في التفكير البريطاني وأن هناك قناعة لدى المسؤولين البريطانيين كما قلت لك أن بوتين ارتكب هذا العمل لعدة أسباب السبب الأول هم يرون أن بوتين توصل له الأجهزة معلومات مغلوطة عن العالم الغربي وعن العالم وسانيا أنه لم يكن يتوقع الأجهزة المخابرية أن تكون قدرة بريطانيا على كشف تفاصيل هذه الجريمة وثالثا أنهم كانوا يتوقعون أن مجيء ترامب وعملية خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي كل ذلك ستجعل هذه الجريمة تمر بدون أي أحد أن يكتشفها لكن ما حدث هو كان خيبة أمال لأجهزة روسية والآن أصبحت العملية معروفة وحتى وجوه هؤلاء الأشخاص حتى لو أن الأسماء مزورة يعني المحللون الأمنيون يقولون هنا حتى لو كانت الأسماء مزورة بمجرد التقاط الكاميرا لوجوههم باستطاع التعرف عليهم في أي مطار وبالتالي هؤلاء لا يمكنهم بعد اليوم مغادرة روسية لأنهم من مجرد مغادرة الأراضي الروسية سيلقى القبض عليهم ويساقل إلى العدادة